النبأ الحزين للماص راحل دون عودة خبر مكان لأنصار ومحبي الكرة أن يتقبل سماعه لولا أنه من قضاء الله وقدره رمز الكرة جزائرية أفل نجمه قصرا بعد أن غيبه الموت عن عمر يناهز الخمسة والسبعين عاما قال البعض بل الكثير من العارفين بخبايا المستديرة إن الكرة جزائرية لم تنجب لاعبا إلى اليوم أفضل من للماص نجم شباب الوزداد الذي داع صيته في الستينيات والسبعينيات أرحل اليوم بهدوء تاركا خلفه ضجيجا بإرته الثقيل في عالم الكرة أسطورة الكرة جزائرية ورغم كل ما قدمه خلال مسيرته الكروية لم يرأف به المرض فأوقعه طريحا للفراش للماص ما كان ليستسلم لولا المرض وما كانت شمسه لتغرب وهو الذي لم يتنه الفقر في طفولته ولا قهر المستعمر عن مدعبة الكرة فتجلت موهبته في السابعة من عمره كسب للماص بموهبته حب العدوي قبل أبناء جلدته فكان أبناء المستعمر يحبدون اللعب بجانبه لكن الفتى للماص كان يؤثر الرفض كان يحجم عن الحب القادم من مستدمر كتب حسان أول سطر من مسيرته الكروية في صفوف أولمبيا العناصر في العاشرة من عمره للماص لامس خلالها الكرة إلى جانب العديد من نجوم كرة القدم الجزائرية إبان الثورة التحريرية تمكن خلال موسم واحد من الوصول إلى الشباك في أكثر من ستين مناسبة ولن يصدق البعض أنه سجل خلال مباراة واحدة عشرة أهداف كاملة كان ذلك في شباك فريق بيرتوتا في الشهر العاشر من عام 62 ابن حيب الكرة العتيق نقش اسمه من دهب بعد أن حمل قميص شباب الوزداد هناك ارتدى توب الشهرة وبات في زمن قصير رمزا من رموز الفريق وإحدى القطع التي لا يمكن لقاطرة الشباب أن تسير دونها فقاض الفريق لحيازة ثلاثة ألقاب من البطولة المحلية ومثلها من كأس جزائر ولقب لكأس المغرب العربي كما توج بجائزة أفضل لاعب وأحسنها الداف عقب هذه الإنجازات الفارقة مع الشباب قرر للماص الانتقال للجار نصر حسين داي وعاصر حينها حقبة الكثير من النجوم النصرية لكن إنجازاته التاريخية لم تتكرر مع النادي لينتقل بعدها إلى فريق اتحاد الصحة وهناك رفضت قدمه مواصلة مداعبة الكرة فقرر تعليق حدائه كان ذلك سنة 76 ظاهرة الكرة الجزائرية الذي لقب بأفضل هداف في تاريخي الدورية الجزائري لجميع الأوقات إنجازاته كانت ساطعة مع المنتخب الوطني فصاحب الرأس الدهبية كان من الرعي الأول للمنتخب الوطني الذي دافع عن الراية الوطنية فكان ذلك القائد الفذ وصاحب التمريرات السحرية والرأسيات الحاسمة التي لا ترد وقع على أول هدف للمنتخب الوطني في كأس أمم أفريقيا عام 68 واختير حينها أفضل لاعب في الدورة وقد سجل تلاتية من الأهداف هي الأولى للاعب إفريقي في كأس أمم أفريقيا للماس ألم به المرض واعتزل الحياة غادر عالم الكرة دون رجعة فقال البعض فقدت الكرة أحد أفضل مداعبيها وباتت على ضلالة للطريق الذي يقودها إلى حضن الشباك الكرة الناصعة ببياضها اكتست الأسود اليوم بعد رحيله أسطورة ستظل إنجازاتها خالدة في تاريخ الكرة الجزائرية أسطورة لن يسقط حبها بالتقادم ترجمة نانسي قنقر